عبد العزيز عبد المحسن صالح العلي ولد عبد العزيز عبد المحسن صالح العلي الراشد في عام 1896 بدأ حياته العملية من الصفر حينما التحق بالعمل لدى أحد التجار بعدها شارك تاجرا آخر يعمل في تجارة الأقمشة بتجارته وبدأ يتوسع في أعماله التجارية شيئا فشيئا وكان همه الأول شراء بيت يؤويه هو ووالدته وإخوانه وقد عمل جاهدا لتحقيق ذلك إلى أن وفقه الله إلى شراء البيت الواقع في منطقة الجبلة قرب مسجد بن حمد المشهور باسم مسجد المهارة ومن أعماله مركز عبد العزيز عبد المحسن الراشد لأمراض الحساسية عام 1984 إذ تبرع بـ 20% ينفق فيها على أعمال الخير إذ أدرك عبد العزيز عبد المحسن الراشد أهمية وجود مركز صحي ضخم متخصص في أمراض الحساسية التي تعد من أكثر الأمراض انتشارا في الكويت ولذلك جاء إنشاء هذا المركز خصص جزءا من أمواله وقفا لوصية شرعية منها صالة أطفال في روضة أحد في العدلية مسجد عبد العزيز الراشد في الضجيج لجنة بشائر الخير التي تقوم على رعاية التائبين من آفة البخدرات التبرع لنفقة الحج لعدد خمسين حاجا سنويا مشروع ولائم الإفطار في شهر رمضان المبارك طباعة الكتب الدينية دعم مشروع وقف الوقت بالأمانة العامة للأوقاف ومن أعماله خارج الكويت معهد عبد العزيز الراشد الأزهري في القاهرة عام 1995 مبرة عبد العزيز الراشد في الزلف في المملكة العربية السعودية مركز عبد العزيز الراشد الإسلامي في ألبانيا مركز التدريب على أعمال النجارة في بيشاور في باكستان مركز عبد العزيز الراشد الإسلامي في دكا ببنجلادش مجمع عبد العزيز الراشد في لاشنغا في موزنبيق مسجد عبد العزيز الراشد في كازاخستان رحم الله رجل الخير والإحسان عبد العزيز الراشد وجعل أعماله في ميزان حسناته وأسكنه فسيح جناته